السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول إعدادي إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة كتاب جيم مكتب بايبت وكتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة إن شاء الله هناخد مع بعض النهاردة من الواحدة الحداشر تدريبات على الدرسين الأول والتاني من كتاب المعاصر صفحة 200 ثلاثة وعشرين وأول سؤال خاص بالاختيارات والسؤال رقم واحد بيقول لي هنا يعني يشار بالإيه؟ يشار بالمرض إلى السرير طيب أنا عايزة دلوقتي أتكلم ونقول هنا على الجزء الخاص بالجرامر وعندي الحالة الصفرية لأف الحالة الصفرية لأف هنا بعمل إيه؟ أو القعدة بتاعتي بتقول أنا عندي هنا أف بيجي لي بعدها مضارع بسيط أول جملة وبرضو الجملة اللي بعدها تليها برضو بتكون إيه؟ مضارع بسيط يبقى عندي اف أو الاتنين اف بمعنى إذا أو لو وين بمعنى عندما الاتنين دول بيجي لي بعدهم إيه؟ بيجي لي بعدهم مضارع بسيط والجملة برضو اللي بتالي جملة المضارع البسيط برضو بيكون في زمن المضارع البسيط تمام؟ الكلام ده إيه؟ دي حاجة اسمها الحالة الصفرية يبقى حالة إيه؟ حالة الصفرية دي بتعبر لي عن حدث دائم حاجة باستمرار بتحصل حدث دائم وممكن إيه؟ مواقف حقيقية حاجة حقيقية ومتأكدين من حقيقة قطعة وكمان حقائق علمية تم إثبتها حقائق إيه؟ علمية تمام؟ فلما هنا يجي لي وين بمعنى عندما أنا عندي هنا في المضارع البسيط الفاعل آي يو وي ذي أو أي جامع بياخد الفعل في المصدر زي مثلا آي خادت فيه لياشعر تمام؟ لكن مع الفاعل المفرد هي أو شي أو ات الفعل بتاعي بضيف له يا إما اس أو آي اي اس يبقى وين آي فيه الال عندما أشعر بمرض آي نقطت وبدأ بذهب للسرير آي بيجي لي معها الفعل في الايه؟ بيجي لي معها الفعل في المصدر جزء ضيف لي هنا الاس جو هنا المصدر وانت في الماضي جان تصريف ثالث يبقى اختار جو رقم اتنين اف يو نقط اجلي فاش اجلي فاش اللي هو كنديلي لايه؟ كنديلي البح لو تلمسه يعني يلدغ هيلدغت مع يو الفعل بيكون في ايه؟ في المصدر شوف هنا عندي ات جاب للفعل مضاف له الايه الاس ده في المضارع البسيط يبقى يو طالشت هنا مضاف له الايه الاي دي الزمن ده بتاعي في الماضي هنا مضاف له الايه والاس ما يفعش مع اليو طالشت ده هنا الفعل في الايه المصدر بمعنى يلمس تاتشينج بضيف له الايه الاي اين جي اختار الفعل في المصدر عشان عندي الفاعل يو رقم ثلاثة اون اي ام هانجر لما بكون جائع لما ببقى جعان اي نقط سامثينج تو ايت انا باخد او بتناول شيء ما اي ايه اي بتاخد معها ايه من هادي هنا في الماضي هاز مع هي او شيء او ات هاف ضال مصدر هافنج فرب و اي نجيب اي هاف انا اتناول على طول المصدر هاف ايه فاطمة لو فاطمة نقط كتير على التلفزيون هي تشعر بالايه بتشعر بيه تشعر بالتعب لو تشاهد التلفزيون كتير تشعر بالتعب يبقى اي فاطمة فاطمة هنا عندي ايه فاطمة عندي هنا مفرد كأنه بالظبط يبقى اقول شيء الفعل لازم نضف له الايه الواتش الاصل المصدر بتاعي او اصل الفعل بتائي انتبقي بسي اتش عشان اجيبه معنا مفرد بضف له الاي والس وبنطقها از يبقى ده المصدر هنا وا Ladings هنا واتشز بضف للفعل الاس وهنا هنا الفعل في الاي فالماضي انا عايز الفعل مع الفاعل المفرد بضف له الاي والاس عشان بيتها بالس والايتش بضف له الاي والاس يبقى ايه يعني تشاهد رقم خمسة بتقول لي هنا ايه? نقط we hear something. hear يعني يسمع. لما بنسمع شيء ما funny يعني مضحك. لما بنسمع حاجة كده مضحكة. we all love. كلنا بندحك. لما بنسمع حاجة مضحكة كلنا بندحك. why لماذا? when? معنى عندما واطمة او ماذا ورقاينا يبقى ايه? هنختار when. جايب لي بعد كده صفحة ميتين اربعة وعشرين بيقول لي هنا ايه? السؤال رقم ستة. when you leave ice. لما تترك السلق. leave يعني يترك. عندما تترك السلق. in the sun. في الشمس. لو جيبنا كده التلق وحطناه في الشمس. اتنو اتوضر. هيبقى مياه. ايه? انه يصبح. انا عندي ات باضف لي الفعل بتاعي ايه? باضف لي الفعل يا اس يا اي اس. هنا بي كيم. بي كيم هنا في الماضي. بي كمز هنا بضف لي الفعل الايه? الاس بكامنج. الفرب اي انجي بي كام هنا في المصدر عايزينها بي كامز. يصبح ايه? 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 ايه ضفت للفعل للاس ليه? لان عندي هنا الفاعل بتاعي مفرد. لقم حداشر ايه نقطة رابش. رابش اللي هي الايه? القمامة. on the ground على الارض. اي بوت ات ان ذا رابش بين. انا اضعها في رابش بين اللي هي سلة الايه? سلة المهملات او سلة القمامة. تمام? اف اي ايه? لو انا رأيت كمامة على الارض انا باخدها كده ووضعها في سلة الكمامة. لا وانا رأيت. اي ايه? اي عايزين معها هنا ايه? الفعل في المصدر. هنا مضاف للفعل الايه? الاس ما ينفعش. سوف الماضي رأى. سي هنا المصدر. لا يبقى نختار سي. رقم تماني. يعني ارتدي. انا ارتدي الجاكت بتاعي. نقط ات اس كولد. ليه? لان الجو برد. وذوت يعني بدون لزلك بيجي لي بعدها نتيجة. اف بمعنى لو بط بمعنى لكن لو الجو برد يبقى اف. رقم تسع اف يو بوت ايس اوتسايد. لو تضع التلجة في الخارج افريزر في خارج الفريزر ات نقط هيبقى ايه? لو جبنا التلج كده وشناه برا الفريزر هيبقى ايه? ات ملت. عايزين بقى يقول ده ايه? عايزين نقول ده بيدوب. يبقى ات ملت هنا حاطين للفعل الاس. ملت هنا المصدر ملتنج الانج ملتت هنا في الماضي. يبقى خدت الفعل اللي مضاف لس عشان الفعل اللي عندي ات مفرد بضيف للفعل بتاعي الاس. يبقى ات ملت انه يزوب. رقم عشرة هنا بيقول لي ايه? ايه اللي هيحصل لو تضع الكوين اللي هي العملة المعدنية لو حطتها في المية. تمام? ماذا يحدث? نجي باعة الجزء الخاص بالايه? بالتصحيح. وكلماته تحتها خط ونصححها ونكتبها بالشكل الصحيح بتاعها. والسؤال رقم واحد هنا بيقول لي ايه? لو احنا وضع هنا بمعنى يروي. لو احنا مروناش او لم نروي ما بنسقش الايه? اللي هي النباتات. ده هي هتموت. تمام? عايزة مضارع بسيط. ده حقيقة. لو مرونهاش هتموت النباتات. يبقى هنا جامع. عايزة بعدها الفعل في الايه? في المصدر في المضارع البسيط. يبقى يعني يا موت. دي اي اي. رقم اتنين. يعني عندما يكون عندي تست اختبار لما بيكون عندي اختبار او امتحان اي اولوز. انا بذكر بايه? بجد وباجتهاد. باجتهد. يبقى ايه? بمعنى عندما. رقم تلاتة لما الجو يكون برد جدا. المية بتتحول لتالك. يبقى عندي هنا عضر اللي هي ايه? المياه. بنعمل ايه? لا تعد وتتعمل معاملة المفرد. بحط لها ايه طالما هي مفرد? او لا يعد. تمام? بحط لها للفعل بتاع هتيبقى ترنس. رقم اربعة. اللي هو لما يكون بقى متعب. عايزين نقول بقى ده بيروح في النوم. بيروح في النوم يبقى ايه? بحط لها الاس فقط لان الفعل اللي عندي ايه? مفرد يبقى رقم خمسة لو انت بقى بتسخن المية ده هتغلي هنا مفرد بضيف لي الفعل بتاع هتيبقى رقم ستة بيقول لي هنا لما بكون بقى مرهق كده او متعب ايه بيجي معها الفعل في الايه? في المصدر. هنشط اي انجي هتبقى جو. بعد كده سؤال رقم سبعة. لو الناس تاكل كتير من الحلوة. ديت جامع. ذي جد فات. هيبقوا ايه? فات يعني ثامين. ثامين. هيزيد يعني وزنهم هيزيد. هيت. هيعانوا من الايه? من السمنة. عندي هنا جامع. الجامع بياخد الفعل في الايه? في المضارع البسيط. بياخد الفعل في المصدر. هيبقى هنا ايه فقط من غير الاس. يبقى ايه. رقم تمانية هي بتشتري يعني غالي. ما لابس غالية. عندما تذهب للتسوق. يبقى هنا هتبقى ايه? هتبقى لما بتروح تتسوق او تعمل تسوق بتشتري لبس غالي. بعد كده جيب هنا السؤال رقم عشر بيقول لي هنا ايه? اف وي ميت. لو احنا نعمل ضوضاء او ازعاج في الفصل. ايه اللي بيحصل? المدرس بتاعنا ماله بيكون غضبان او غاضب. تمام? يبقى عندي هنا اف بعدها مضارع بسيط. ويه? الفعل معها بيجي في المصدر. الفعل معها في المصدر لان الفعل جامع. ميك هتبقى ايه? هتبقى ميد. ميد هتبقى ميك. عندي هنا سنة الصورة قم تسعة بيقول لي. النهر فريزز. يبتجمد. اف ات بي. لما بيكون برد جدا. لما الجو يكون برد جدا. النهر يتجمد. انا اخد از.